بسم الله الرحمن الرحيم أحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي النصيحة الحادية عشر في سلسلة أهم ثلاثين نصيحة للبدء بمشروع حفظ القرآن مشروع حفظ القرآن هو مشروع العمر أيها الأحبة اليوم أحببت أن أتأمل معكم شيئا عجيبا جدا أيها الأحبة أنك إذا أردت أن تحفظ القرآن ينبغي أن تعتقد أن الثواب الحفظ أعظم بكثير من الثواب مجرد القراءة والثواب التدبر أعظم بكثير من الثواب الحفظ لدينا درجات أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا أن كل حرف تقرأه من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها طبعا الله يضاعف لمن يشاء ربما إلى سبعمائة ضعف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها طيب فكر معي كم ستكسب من الأجر عندما تقرأ القرآن كاملا وتكرر قراءته كل شهر مثلا مرة القرآن فيه حسب الرسم الأول 322604 حروف اضرب هذا العدد بعشرة لتحصل على 3 مليون ومتين وستة وعشرين ألف واربعين وكل حسنة خير من الدنيا وما فيها طيب أنت أمام ملايين الحسنات حقيقة طيب ما الذي يجعلك لا تستفيد من هذه الحسنات يعني على غزارتها ما الذي يجعلك لا تستفيد من كل هذا الخير من كل هذه المكرمة التي وعدك الله بها سبحانه وتعالى طبعا أنا عندما أقدم على عمل وأنا أعتقد أن هذا العمل مكسبه كبير ما الذي يحدث أيها الأحبة سأصبح في حالة نفسية أكثر حرصا على مزيد من الحفظ وأكثر حرصا على المزيد من القراءة والتدبر والتأمل لأن تدبر القرآن أخي الحبيب له ثواب عظيم جدا 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 فينبغي أن تضع في أعماق قلبك وفي أعماق تفكيرك أن الثواب الذي ستأخذه من حفظ القرآن أفضل من كل هذه الدنيا ومتاعها وملذاتها وموالها ونسائها وغير ذلك أفضل بكثير يجب أن يكون حفظ القرآن هو المشروع رقم واحد في حياتك أنا اليوم أحببت أن أخذكم إلى مثال من سورة البينة سورة البينة أيها الأحبة أنا لدي هنا طبعا هذا المصحف الشريف هذا هو في لقاءات سابقة قلنا أن هذا المصحف هو عبارة عن مصحف مجزأ لمواضيع هذا الجميل فيه وطبعا هناك تفسير لبعض الكلمات علم في الهابش ولكن أنا الذي يهمني أن من طبع هذا الكتاب لزوره وخيرا قسمه لمواضيع ليسهل حفظه طبعا هذه السورة سورة عظيمة جدا ومن أواخر السور وكثير منها لا يحفظها مع العالم أن فيها عبارة مهمة رضي الله عنهم وردوا عنها وردت في هذه السورة المباركة فيجب على كل أخ حبيب أن يحفظ سورة البينة من ضمن السور التي يبدأ بها يعني مثلا قصار السور المعوذتين آية الكرسي الفاتحة السور القصيرة بالإضافة إلى هذه السورة العظيمة طبعا قلنا حتى نتمكن من الحفظ حفظا تدبريا ينبغي أيها الأحبة أن نفهم ما نحفظ قبل الحفظ الاستماع لمئات مرات إذا الموضوع الاستماع أصبح واضحا بالنسبة للجميع يعني لمن لم يعني أنصح بمشاهدة الحلقات السابقة لطريقة الاستماع المثالية كيف تضع سورة وتكررها مئات المرات استماعا لها أثناء النوم أثناء الطعام أثناء الحركة أثناء الجلوس وأنت في مشوار وأنت في كذا يعني حاول أن تستمع للسورة مئات المرات أو ألاف المرات ستنطبع في ذهنك بحركاتها وتشكيلها ولن تخطئ فيها أبدا طبعا هنا أيها الأحبة السورة هذه اسمها سورة البينة رقمها 98 طبعا عدد سور القرآن 114 يعني هي في أواخر القرآن وآياتها 8 بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يطلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أنا عندما أقرأ هذا الكلام الرائع حقيقة أتذكر الأمم من قبلي الأمم من أهل الكتاب الذين ضلوا وابتعدوا وحرفوا كتاب ربهم يذكرني الله عز وجل بهؤلاء ويقولون إياك أن تكون مثلهم أنا أرسلت لكم رسولا من الله يطلو صحفا مطهرة هو هذا القرآن هذه الصحف فيها كتب قيمة فيها كلمات رائعة فيها آيات قيمة وأعلم أيها المؤمن الذي تقرأ هذا الكلام أن الذين أوتوا الكتابة من قبلك تفرقوا بعد العلم للأسف هناك بعض الناس بعد أن يأتيهم العلم سبحان الله يبتعدون ويكفرون مثل قارون هل تذكرون قصة قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي افتخر بما لديه من علم فأضله الله وكان وخسف به الأرض إبليس افتخر بعقله قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طي هو عمل محاكمة عقلية فاشلة وأراد أن يقيس الأمور بمقياس عقله فهذا العقل أو هذا المنطق الفاسد قاده إلى جهنم ولا ياذب الله قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين هؤلاء الذين أوتوا الكتاب قال الله عنهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله فجعلوا لله ولدا والدعو أن الله له ولد حشر الله والله يقول لهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنافاء الدين الحميق أيها الأحبة هو الدين الخالص لله النقل الذي ليس فيه الشرك ليس فيه الطغيان تعاليمه هي تعاليم الله وليس التعاليم البشر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنافاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إذن حتى المصار واليهود لديهم صلاة ولكن حرفوها وصلاة شبيهة بصلاة أيها الأحبة تذكروا أن الله خاطم سيدنا موسى عليه السلام في الأرض المقدسة عندما قال له وأقم الصلاة لذكري أقم إقامة للصلاة وأقم الصلاة لذكري إذن هناك صلاة فيها أقوع فيها السجود ولكن طبعا ليس نفس الكلام وليس نفس الحركات مئة بالمئة ولكن العناصر الأساسية هي ذاتها لأن الإله واحد يا مريم وقنطي لربك واسجودي واركعي مع الراكعي إذن القلوط موجودة هو الخشوة والذكر موجود أقم الصلاة لذكري القرآن أو للتوراة تقرأ بما أنزل الله عليك والركوع موجود هذه هي الصلاة فلا يأتي أحد ويقول لك إن الإسلام هو الذي اخترع الصلاة الصلاة موجودة منذ القدم جاءت مع الأنبياء هنا قال الله لك إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في آل جهنم خالدين فيه أولئك وكشروا البرية إذن انظروا هنا ملمح مهم أيها الأحبة القرآن لا يعمم لم يقل لك إن أهل الكتاب في نار جهنم لو كان القرآن كلام بشري لعمهم قال إن أهل الكتاب كلهم في نار جهنم وهذا لا يجوز قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب إذن النصارى واليهود أهل الكتاب بشكل عام ليسوا كلهم في نار أيها الأحبة ليسوا سواء هناك منهم كافر ومنهم مؤمن مثل المسلمين المسلمون فيهم المنافق وفيهم الملحد وفيهم الكافر وفيهم المؤمن كل الأمم كذلك أيها الأحبة لذلك لا نظم الناس ولا نعمم ونقول المسيحيين كفار لا يجوز هذا الكلام يخالف القرآن القرآن ليس فيه آية تقول إن أهل الكتاب في النار لا أو إن اليهود كلهم في النار أو كذا في النار لا إن الذين كفروا من أهل الكتاب دائما نجد يعني حتى عندما يلعن الله سبحانه وتعالى اللعنة الذين كفروا على لساني تأوذى وعيسى بن مريم إذن اللعنة للكافر العذاب للكافر أما المؤمن الله أعلم به نحن لا نعلمه لذلك لا نظلم الناس ونقول كل يعني هؤلاء كفار أو كل أهل الكتاب كفار أو كذا لا يجوز هذه الآية تعلمنا هذا المنطق إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شروا البريا ثم انتقل للمؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريا طيب ما هو جزاؤهم انظروا أيها الأحب هذه هي الآية الأخيرة يقول الله تبارك وتعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربا إذن أحبتي في الله استمعوا جيدا لا يوجد واسطات عند الله لا يوجد يعني شفاعة إلا بإذنه إلا لمن ارتضى ليس هناك يعني ابن نبي أو يعني سيدنا نوح عندما طلب من الله أن يغفر الإبن حذرا قال إني أعيذك أن تكون من الجاهلين إذن الذي ينفوك هو عملك لا نظلم الناس لا نعمم أن هذه الفئة كلها إلى النار لا الله أعلم الله هو الذي يحكم بين عباده في مكان فيه يختلف إذن هذه السورة الكريمة أيها الأحبة الثماني آيات أنا أنصح بتعلمها بالاستماع إليها باستمرار بحفظها وأن نأخذ دروس منها طبعا أنا هنا تحدثت بشكل سريع ولكن في كل مرة تستنع للسورة وتحاول أنت بنفسك أن تستنبط منها معاني جديدة والله تعالى سيكرمك كما أكرم سيدنا يوسف بالعلم وهو في السجن وأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب أكرمه بالعلم وقال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فض الله عليك عظيمة والحمد لله رب العالمين